دعوة الى اعدام الرئيس هادي ورئيس الحكومة لهذا السبب الهام لنشاهد التفاصيل للمزيد من الاخبار لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة سخر البرلماني اليمني شوق القاضي من رئيس الجمهورية عبدرب منصور هادي ومسؤوله الذين غادروا البلاد في سياق تعليقه على قرار الرئيس الاوكراني الذي تستعد بلاده لمواجهة غزو روسيا محتمل ومنع المسؤولين من مغادرتها وقال القاضي في منشور على صفحته بالفيسبوك اطلع عليه محرر خبر بلدي طي في اليمن كيف تشوف رئيسنا وحكومته برلمان واثرياء كلهم غادروا البلاد وقت الحرب ويصرفون اموال الشعب وبقي الشعب يأكل بعضه جوعا ومرضا وتشردا واضاف متسائلا يا ترى نسحب الجنسية اليمنية من الشعب او من الرئيس وخبرته واجاب ساخرا في ذات الوقت اكيد سيقول عبدرب اسحب الجنسية من الشعب اللي صابر علينا واكد انه يجب على الشعب ان يطالب بسحب الجنسية اليمنية عن جميع من غادر الوطن ومحاسبتهم واعدامهم بالمرة جاء ذلك في سياق تعليقه على قرار الرئيس الاوكراني الذي تستعد بلاده لمواجهة غزو روسيا محتمل بسحب الجنسية من كل اوكرانيا غادر البلاد خوفا من الحرب بعد التصعيد الروسي قائلا ان البلد ليس فندقا تغادره اذا شعرت بعدم الامان اشتركوا في القناة